مرحبا برج الميزان اهلا بكم في القراءة العاطفية هذه القراءة ستنطبق على الطالع والشمسي وايضا القمري عندنا ملكة السيوف انت برج الميزان انت لطاقتك هوائية لكن اشوف ان في هاي الفترة شرك كوايد قاعد يكابر لان ابتدت مشاعر تطلع عنده تحاول انهام تخرج الى السطح شنو هاي المشاعر مشاعر تخص الغيرة عنده غيرة وقعد يراقبك من البعيد ما بقولك ياخذ اخبارك بس قردي عارف ان شنو قاعد يصير في حياتك ان زينو انك انت ما تشوفه مشغول اما هني في الكواليس بامور ثانية بشخص ثاني يمكن انت يا برج الميزان خلاص واصلت حياتك بدونه وهو الحين صارت عنده مشاعر تخص الكبرياء اشلون برج الميزان ما رجع سأل عني شلون وعدني انه ما رح يتركني اه وشلون يتجرى انه مثلا يكمل حياته بدوني مشاعر تخص الغيرة والتملك هي اللي قاعدة تطلع عند شريكك عندنا الشمس 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 هو كرت خص الحقيقة كرت جدا ايجابي حبه هذا الشخص حبه لك ممكن انك تتعامل مع شخص من برج الاسد حبه لك قاعد يطمسه قاعد يضغطه بالمشاعر السلبية بمشاعر الغيرة التملك المقارنة الشك ممكن حتى طاقة الشك عنده هل هذا الشخص اصلا كان يحبني برج الميزان هل كان صادق معاي لان الحين اشوفه مع شخص ثاني او الحين اشوفه مواصل حياته بشكل طبيعي الحقيقة تريد ان تظهر شنو الحقيقة هني تقول لي انه هو للأسف الحين معاك سوري الحين بدونك هو اتعس من لما كان معاك لما كان معاك كرت الشمس يقولين انه كان سعيد كان مرتاح كان يحس بسعادة عارمة يعني مناقصة اي شيء في حياته على المستوى العاطفي ولكن الحين بدونك يمكن جدا هذا الشخص اشوف ان اتخذ خيارات ثانية لما كان معاك في العلاقة وبعدين انت اللي قررت تسحب السيف على العلاقة انزين فلما حين انت ولما في السابق قررت انك تسحب السيف على العلاقة اهواني يقول لي شلون يتجرى ولكن الحقيقة الواضحة انه يفتقدك يفتقد وجودك في حياته لاجل ذلك قاعد اصير ردة فعلية اه سوري ردة فعلية بدل ما تكون ايجابية بدل ما تكون بانه يصار حكب مشاعره ويقولك الحقيقة قاعد يظهرها بشكل اعتاب او شكل لوم او شكل انه يلعب دور الضحية احني عندنا الكوب الصغير يحاول مو بس انه يطمس ويضغط ويكبح مشاعره تجاهك يحاول انه يقلل من قيمة الماضي اللي بينكم يعني يقول بينه وبين نفسه او حتى الكلام اللي يقوله بين الاخرين هني اللي قاعد اتشوف الحاج اللي يقوله عليك قدام الناس بين الناس اللي يعرفونكم او على الاقل يعرفون قصتكم اصدقائه من الشخص عدة اصلا ما يهمني اصلا ما افكر فيه اصلا ولا جعله بالي اصلا انا احسن بدونه وكلنا هني عارفين من اول كرتين انه هني عارف ما اليوم في الميانة الحقيقة انه مو احسن حالة بدونك ومو بنفس السعادة بدونك فقاعد هني قلل من قيمتك وقيمة الشي اللي كان يجمعكم يوم من الايام مشاعره كلها ما فيها شوية نضج ولكن احس هني قاعد يتصرف بهالطريقة السلبية شوي نابع طريقة تصرفاته من احساسه بالألم يفتقدك ولكن في نفس الوقت ما يتجرى يقولك مثلا لي مشتاقلك فقاعد يظهره طريقة سلبية السؤال الثاني هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال عندنا الغصنين كرت الشراكة كرت البزنس توا قاعد يبرعم توا قاعد يطلع البزنس توا قاعد يخرج الى العلن وست الخماسيات وملك النار اهو مو راضي ام او خلني اقولها لك شدي يا برج الميزان عشان نكون صريحين اهو لحد الان متمسك بقراره بالانفصال عنده عنده لوم بس يقول بينه وبين نفسه انه لو رجع فين الوقت ما راح اغير شي راح اظل انفصل عن برج الميزان ليش؟ احس انه في شي كان محتاج انه يسويه بخصوص علاقاته بخصوص البزنس البزنس كان يبيه كبرة كان في مرحلة انه قاعد محتاج وقت هو يدركز على نفسه يبنيه مستقبله بعيد عن العلاقات وعن الناس يردتوا باموره حتى مع اهله في البيت عنده مشكلة في اولوية من الى الكلمة الاخيرة بخصوص ارتباطه مثلا داخل المنزل مدى احترام اهله وعائلته ما يحترمونه يمكن لانه ما انجز وايد ففي ذيك الفترة اهو احساسه ان انا لو ضليت مع برج الميزان رح اكون مشغول في الحب وفي الاحساس الجميل ما رح يأتيني الوقت ولا الطاقة ولا رح يكون عندي دافع اني اطلع واروح اثبت نفسي وانجز واحقق هني اشوف كرت فيه اموال حقق لنفسه مستقبل اوجد لنفسه ممكن شراكة حتى شراكة عمل شراكة جدا ناجحة جدا لها مستقبل واعد وحصل على الاحترام شوف انفصل عنك هو يقول لي هني انفصلت عن برج الميزان ولكن ما اقدر اقول اني ندمان لانك استغلت هذا الوقت وقت الانفصال بدني انجز امور جدا مهمة على الصعيد المادي على الصعيد العملي على الصعيد البزنس مالي وحصلت على اشيه ما كنت املكها قبل حصلت على الاحترام من الناس ابتديت ابين عند الناس ان انا شخص جاد ممكن جدا هني عندنا كرة الشمس وكذا طاقة نارية عندنا طاقة برج الاسد جدا واضحة وعندنا ايضا الحمل والقوس لكن اكثر شي احسها ممكن تكون حمل او برج الاسد فهني كأنما مون ادمان لاني يحس ان كان ضروري ان يصير الانفصال عشان يروح ينجز اما ينجز اشياء اما يروح يكمل العلاقات الثانوية اللي كانت عنده لاني يحس ان اشوف حتى لو ضل معك في علاقة راح يضل مثلا يخون راح يضل عنده خيارات ثانية فمو حق ومو عدل ان يخليك في حياته ويخونك في نفس الوقت فهو يقول ان احسن ان انا سويت هذا الشي عشان ما يتم في حياتي واتم اغلط في حقه مثلا هاي طريقة تفكيره السؤال الاخير ما هي خطوة القادمة عندنا سبع الاكواب انا توقعت ان هذه راح تكون خطوة القادمة لان هذا الشخص تصرفاته شوي غير ناضجة او تقدر تتنبأ بافعاله افعاله انا راح يضل يحط عين عليك يسأل عنك من بعيد يراقب كل خطواتك كل تحركاتك ما يبي يرجعلك الحين احس طاقته وفي نفس الوقت مو مستعد ان خلاص يتخلى عنك للابد لا يضل حاط عين عليك من بعيد عشرة الاكواب اوكي ست الاكواب اتشوف ان شوية بس هنا من يأسسه وينجح زيادة في عمله وفي المادة وفي الدخل ماله راح يحاول على طول ان يشغل نفسه في الحياة العاطفية على طول راح يتوجه نحو الزواج والحب والتعارف ستة الاكواب في شخص انت يا برج الميزان مر عليك شخص سمعت انه هو زميل عمله سمعت انه هو مثلا من اهله من معارفهم مر عليك سمعت باسمه شخص احتمال حتى من ماضي الشريك هو اللي راح يحاول انه يرد يفتح معاه باب هذا الشخص يرد يفتح معاه باب يرد يحاول انه يرجع له او يكلمه ياخذ اخباره لانه هذا الشخص تشوف انه تغيرت نوايا صار الحين صار يقدر شريكك لا تنسى انه شريكك الحين قاعد يحقق انجازات مادية مهمة قاعد يتيه فلوس فقاعد تشوف انه ممكن يكون بالعكس انسان زين ان يرتبط فيه لانه صار انسان عنده فلوس عنده احترام عنده جاه امام الناس عنده جاه كان ولا شي حين صار عنده جاه كان زينه وكانت مو مؤسس نفسه حين صار مكون نفسه ولكن اللي راح يصير هو سبع الاكواب بما معنى الخطوة اللي هني اتشوفها راح ياخذها مو تجاهك انت ام هذا الشخص من ماضي شريكك راح يأتي مثل ما قلت لك يعرض نفسه على الشريك مرة ثانية وارد يعطيه وعود واحلام وردية ويعده بالحب يرغبه بالحب لانه اصلا شريكك فاقد هذا الشي في الفترة الاخيرة صار تركيزه كله على العمل سبعة الاكواب هذا الشخص يحاول انه يحتال ممكن جدا انه يكون بالابراج المائية يحاول انه يحتال عندنا حوت عقرب سرطان طاقته عن طريق الدلع والسوالف الحلوة والسوالف الطيبة يخليك تنسى يخليك مثل اللي تدخل في غيبوبة ما تحس باللي حولك ولكن للأسف يشوفك انه ما في تدخل الهي راح يسد الطريق بين هذا الشخص اللي يحاول يدخل في حياة شريكك لانه مو هو اللي المفروض يكمل طريقة معه ما احس انه جدي احس رقم سبعة وهو نهاية مسدودة للطريق بين هذا الشخص اللي من ماضي شريكك احتمال وشريكك فحتى لو حاول بكل الحيل والالاعب انه يرغبه فيه يعرض نفسه عليه يفتح معه باب من جديد ما احس انه في باب راح ينفتح لان شريكك اصلا لحد الان ما قطع الامل منك ومن علاقتكم نشوف الحين العزاب العزاب اول سؤال لكم ما هي مواصفات الشخص القادم في طريقك الكوب الصغير ممكن يكون من الابراج المائية حود سرطان اقرب هذا الشخص ما يخلي احد في حاله يعني لازم اقرأ الطاقة اللي امامي اوكي هذا الشخص ما يغلي احد في حاله من نوع اللي اي احد اطوف عليه اذا هو مثلا رجل اي امرأة يشوفها يقابلها يحاول معها يحاول ان يفتح باب معها اذا كانت هي امرأة فهي امرأة مثلا من نوع اللي تبتسم للكل تحاول مع الكل توهم الكل فاتح الابواب للجميع ولكن ولا واحد من هالابواب هو باب جاد الكلام المعسول للجميع اوكي بوفيه طاقة المراهقين معناتنا مناضج ومو جاد مو جاد في الارتباط او في الاستمرار حتى في علاقة جادة لفترة طويلة عشر الاخصان هاي التصرف يخز اكبر منك بعشر سنوات يمكن اوكي او فيه شي صار في حياتي قبل عشر سنوات تجربة حب فاشلة حب كبير جدا كبير مستوي روميو جولييت ولكن مر تجربة حب فاشلة فترة جدا طويلة ممكن حتى تكون من عشر سنوات ولحد الان قاعد يحمل يحمل نتائج والم فشل في ذيك العلاقة معه لحد الان الجروح شفت الجرح اللي تشوفه لحد الان ما التأم هذا اللي يعاني منه هذا الشخص ثمان الاكواب وقيت لك هني يفتح الابواب مع الكل ولكن ولا باب يفتح الحديث يتكلم مع الكل هذا الشخص يحاول مع الكل ولكن مو بنية جادة انه فعلا يستقر يتزوج يلاقي الحب لان من يشوف ان الشيء يصير جاد ابتده الشيء يصير يتحول لعلاقة لحب لارتباط للشيء خلاص ثابت على طول يرحل او اذا ما يرحل يسبب شيء يستفز شيء في الطرف الثاني عشان يخليك مثلا انت ترحل الطرف الثاني هو اللي يرحل عرفت؟ دائما نحس عند طاقة انا اتقدم مثلا للزواج لناس كثيرين ولكن ما في احد يقبل فيني قاعد يتكلم ان انا مالي ذنب كل اللي قاعد يصير هو بسببه ترى اهوه ما قاعد يتحمل مسؤولية افعاله لان اهوه اساسا نيته مو حقيقية بالارتباط ولكن قاعد ينوم الاخرين انا احاول ولكن ما في احد يبيني هو من داخل ما يبي يرتبط بهذلين الناس انزل ليش رح يأتي في طريق قدامنا هو ما يبي يرتبط خلا نشوف السؤال الثاني خلا نشوف وظيفته وشكله وشنا ايضا تحت راسه عندنا كرت الزاهد او الناسك عشر اوكي لما يلتقي فيك برج الميزان طريقة تصرفاتك خصوصا الهوائية طريقة تصرف الهواء الهواء غير متعلق بأحد حر يسافر لكل مكان يطلع من كل مكان ما في احد يقدر يحبس الهواء صح؟ طريقة تصرفاتك احتمال حتى عدم اهتمامك عدم تعلقك فيه لما تلتقون اوه ولا راح يخلي هذا الشخص من بين هاي طبع اللي فيه انه دائما يعرض الحب والغزل على الكل انه يتوقف عندك انتو يفكر يقول ليش هذا الشخص بالذات من برج الميزان ما قدر اشيله من بالي ليش اهولي لحد الان اظل افكر فيه عالق بالي وليش هذا الشخص انا قدرت على الكل كل الناس قدرت اقنعهم ان يرتبطون فيني ليش هذا الشخص مو راضي او مو مهتم حتى رحلت او بقيت مو فارق عنده برج الميزان ليش التساؤل بسبب تصرفاتك انت اه اشوف بعد احتمال كبير انه ممكن يشتغل فيه اه اه شيء خاص الامن ممكن وزارة الداخلية وزارة الدفاع جهاز امن جهاز قضائي اشوف هذا النوع من ولكن اكثر وقت عمله يكون في الليل اكثر وقت عمله عشر الخماسيات يملك الاموال يملك كل الاموال لانها اكبر منك اصلا في السن مؤسس نفسها ولكن مو مستعج فعلا للزواج ما يبي الزواج رافض الفكرة يهرب من الفكرة قاعد يتعذر ان انا اتقدم بس يرفضوني انا احاول بس ان رفض الاعذار وحتى الساحر طلع مقلوب الساحر لما يكون مقلوب معناتها طاقة تكون شوية سلبية احس اهني في هذا الكرت اام قلت لك مجال عمله شوي اام ما بقول لك مشبوه ولكن رمادي يعني مو غلط ولا صح ولكن فيه نوع من خلنا نقول قساوة انت اذا سمعت عن مجال عمله راح تحس انه فيه قساوة اام ممكن ان يكون حتى يشتغل في تحقيقات يضطر ان يكون قاسي من اجل العمله عرفت؟ او يلبس نوع من الروب يلبس نوع من اللباس الرسمي اللباس الخفي عشان يؤدي عمله هذا اللي احسه اهني قاعد يقول لي انا ما احتاج لأحد انا املك صح كل الاموال كل الاشياء كل الصفات كل الاشتراطات تنطبق علي عشان ارتبط ولكن ما ابي حقيقا ما ابي ما احتاج لأحد لان ليش لان مار بهاي التجربة الفاشلة وصار يقول انا افضل ان يكون بروحي بروحي انا ما احتاج لأحد ولا احد يقدر يقذيني ولا يجرح قلوي ولكن اشوف ان انت فعلا عن طريق تصرفك بالطاقة الهوائية رح تستفز في التساؤل احتمال كبير ان هاي التساؤل يتحول الى طاقة تخلي هذا الكرت ينعكس عنده وصير مستقيم وصير عنده رغبة في الزواج وصير عنده رغبة انه يعرفك يقضي معاك وقت اكثر خلا نشوف كيف المفروض تتصرف مع هاي النوعية من الاشخاص عندنا الخماسي الصغير عشر الاكواب عشر الاكواب هني يقول لك في هاي الطاقة انا سعى انا سعى انا سعى معاك وبدونك انا راضي مكتفي حتى اكتفاء يعني مو محتاج ولا شيء ما عندي قائمة بالاشياء اللى احتاجها وحدا مثل ما اهوي يقول انت ايضا تسوي مثل نظام المرايا تعكس طاقة اهوي يقول انا ما احتاج احد انت بعد تقول انا ما ابحث عن الحب انا مو اخر هم الحب انا مو محتاج ولا شيء انا سعى عيد بروحي هاي الطاقة ولكن هذا الشخص راح تستفس فيه طاقة فضول لان عنده الزاهد اللى يبحث عن شيء منتصى في الليل او في الظلام بيج اوف بنتيكلت الخماس الصغير مقابل الغصن الصغير بيج اوف وانت اللى راح يصير مقابلة للطاقة اهو من نفسه راح يرجع مو صار عنده تساؤل بخصوصك اهو راح يرجع يقدم لك عرض ما باقول لك عرض الزواج وعرض كبير وعرض لا راح مجرد يحاول ان يتواصل معاك يفتح معاك ابواب غير رسمية للتواصل بينك وبينها مثلا خلني احصل على انستجرامك خلا نطلع طلعت عشاء لو انتو مثلا تقبلتوا في مكان العمل او يحاول مثلا حتى اشوفه هنا يخلق نوع من العزيمة نوع من التجمع لما يجمعون في الاهل بالاصدقاء والمعارف فقط انزينك حجة عشان انت راح تكون ايضا في هاي التجمع مثلا لان عرف اذا عزمتهم او هو ايضا برج الميزان راح يكون موجود اذا قابلت مبادرة حتى هذه الصغيرة اللي مو واضحة مو مباشرة مو ضخمة مو على طول راح تقيدك للزواج ولكن اهي راح تكون اول خطوة في جسر السعادة الكاملة اللي هو الزواج بالنسبة اللي يبونا يعني ردك على دعوته على عرضه هو اللي راح يفتح الطريق بينكم اذا انت تريد ان يفتح الطريق في ناس يقولون لي لا ما ابي هذا الشخص ابي غيره انت حر يا برج الميزان ولكن هذه هي الطاقة المتوفرة من اجلك خلال شهر ثمانية خلا نشوف المرتبطين برج الميزان اول سؤال لكم كيف يراك الشريك الكوبين الشريك يشوف ان انت شوي عندك طاقة ما بقلك تحكم تملك نوع من الغيرة ولكن الغيرة الجميلة الغيرة اللي تحب ان الشخص هذا اما يكون مشغول فيني او شي يخصني يعني حتى لو موجود معي في نفس الغرفة ابي انه يكون يسوي شي بعيد عني ولكن يسوي شي عشاني انا وقته جهوده افكاره ابي اكون انا فقط انا اللي موجود عنده طاقة اللي انا الكل في الكل يشوفك ان انت تحب هاي الطاقة خلال هذا الشهر وقاعد يشوف منك هذا الجانب بس هذا الجانب ما اشوفه ان طاقة سلبية ترى اربع السيوف وراها فارس الارض برج الميزان خلال هذا الشهر شريكك احتمال رح يختار انه يذهب اما في بعثة اما في نوع من السفر بعيد عنك ولكن مو من اجل مو من اجل انت هنا يقولك لا تفكر انه بسبب تصرفاتك هذا الشخص اه قاعد يقول بينه وبين نفسه انا احتاج وقت خاص فيني لانه فارس الارض يحمل الخماسي في يده بس مو شرط يحمله من اجل ان يعطي شخص اوكي هذا شخص جدا فارس الارض او فارس الخماسيات فارس وفي فارس يمكن الاعتماد عليه بطيء ولكن وفي يمكن في شيء ان تطلبه من شركك وشركك قالك رفض طلبك في الفترة الاخيرة فشركك يقولك انا اقدر اعطيك هذا الشيء ولكن احتاج وقت اكثر احتاج وقت اكثر عشان ارتب اموري عشان اسوي الامور بالطريقة الصحيحة يمكن شيء بخصوص الاموال بخصوص الانتقال الى منزل ثاني الخروج مثلا من منزل الاهل الزواج حتى شركك هني قاعد يطلب منك وقت زيادة عشان يرتب اموره بالطريقة الصحيحة بقاعد تشوفك ان انت مثلا احتمال شوية مستعجل لان عندنا هني طاقتين تريد الهدوء والبطء في الحركة يمكن انت شوية مستعجل تريد الشيء الحين يصير اشوف ان عندكم الحب ولكن اما الزواجة واما الشيء المادي ترغب فيه الحين عندك شوية طاقة استعجال خلنا نشوف ما هي نقاط قوتك مع الشريك في العلاقة سوري احني عندنا 10 الاكواب 10 الاكواب مو الكوبين احني عندنا الكوبين طاقة السولميت الغصن الاول السيف الصغير نقاط قوتك مع هذا الشخص انت احنا نقول في مثل يقول اذن من طين واذن من عجين انت تمثل هاي الطاقة باجمل صورها يا برج الميزان وشريكي اشوف فيك ايضا هذا الجانب جانب اللي مهما كان اداء هذا الشخص مهما كان بطيء يمكن انت في مقارنة بينك وبين محيطك الناس اللي تعرفهم الاصدقاء ان انا مثلا شريكي سوالي هل انت شريكك سوالك بعد مثلا بنت خالتي زوجها سوالها كذا حبيبها سوالها كذا يحاولون في اشخاص هني يحاولون يأتون لك بالاخبار عشان يستفزونك عشان يغيرون بينك وبين شريكك يدخلون بينكم ولكن من نقاط قوتك ان انت ما تسمح لهم ما تثق بهم ما تثق بهم حتى الكلام اللي يأتيك كاشفهم خلا نقول كاشفهم برج الميزان في اي اخبار استفزازية اي اخبار تحاول ان تغير علاقتك مع الشريك انت تصدى لها وبقوة وهذه من نقاط قوتك من نقاط قوتك انه علاقتك من قاعدة تمشي وتنغرس بقوة انزين فالطريق الصحيح ولكن متجردة يعني بدون ما تقعد تفكر والله اهل شن يبون واصدقائنا شن يتوقعون ومعارفنا شن راح يقولون اهني قاعدة اشوف علاقة قوية ما بين شريكين وما يهمها وايد رأي الاخرين معايير الاخرين هذي من نقاط قوتك ترى مع الشريك انزين اخر سؤال المرتبطين كيف التوافق بينكم راح يكون خلال شهر ثمانية اه سوري بما انهني طلع عندنا عشر الاكوب اللي انا غلط وقيت لكم الكوبين في كيف يراك الشريك نقطة اخيرة راح اقول لكم اياها شريكك احتمال اشوفك ان انت خلال هاي الشهر جدا مشغول ما بقولك بالاخرين ولكن مشغول انك تضيف الناس عندك مثلا زواج في العائلة زواج ما بين الاصدقاء في احد محتاجك انت قاعد تساعده في شيء خص ضيافة اشخاص شيء خص ترتيب لحفلة زواج لحفلة عيد ميلاد ترتيب لايفنت معين تنسيق لحدث معين اشوف ان انت شوي ما شغول عنه انزين في هاي التنسيق بهاي الاشخاص ممكن جدا يكونون اصدقاء او زملاء و لكن في نفس الوقت هذي مو دعوة للتدخل بينكم انزلنا خلال نشوف التوافق بينكم عندنا الساحر ملك الارض سبع الاكواب ارتبهم شذي احسن التوافق بينكم رح يكون ممتاز ولكن مشروط هني قاعد اتشوف احتمال كبير ان انت رح تستعمل الطاقة الهوائية في التواصل مع شريكك خلال هذا الشهر لان عندنا هني رقم سبعة شهر سبعة على وشك انه ينتهي كأنما هني الرقم هذي يقولك انت محتاج تغير اسلوبك مع الشريك هني في كارت الساحر انت لحد الان قاعد تتكلم معه بالطاقة الهوائية الطاقة الهوائية جدا ما فيها اي مشكلة جدا قوية جدا ممتازة ولكن يعتمد على الموقف انت هني محتاج تقيم الموقف النصيحة لك انه تبتعد عن طاقة ما ادري احسها عنف احسها طاقة هني الساحر اوامر طاقة رح اقول الحقيقة بس ساعات الحقيقة جارحة رح اقول الصراحة بس ترى ساعات الصراحة وقاحة حاول انك تبتعد عن الجانب الجاف من شخصيتك لان انت بحاجة عشان تتواصل فعلا مع شريكك بالطريقة الصحيحة احتمال ان شريكك برج ترابي جدي ثور عذراء عند كرتين في هاي الجانب ترابية بما معناه احس ان شريكك جدا محتاج منك هذا الشهر اول شيء عشان التوافق يكون مئة بالمئة طاقة الهدوء الرضا القناعة عدم المقارنة ما نقارن وضعنا بوضع الصديق وضعنا بوضع احد من الاهل وضعنا بوضع احد من الاخوان طاقة الاستماع طاقة انه لا تحاول تتحكم بزمام الامور وبالشريك طاقة المرونة طاقة الحنية هذه طاقة الارض اذا اخذت طاقة الارض اكثر توافقك مع الشريك ان شاء الله رح يكون جدا ممتاز خلال هاي الشهر رح يكون في ميرورينج يعني انت على هاي الجانب وشركك على الجانب الثاني وفاهمهم بعضوا جدا سعيدين بما انه عندكم الكثير من الكروت اللي فيها طاقة الماء هاي سيبورج المساعدة